السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الإعدادي اليوم بإذن الله نتناول الدرس الرابع والأخير من دروس الوحدة الثانية وهو بنوان كن بلسما للشاعر اللبناني إليا أبي ماضي الشاعر إليا أبو ماضي شاعر من شعراء المهجر ولد في لبنان عام 1891 من الميلاد وانتقل إلى الإسكندرية ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وله دواوين كثيرة منها تزجار الماضي والجداول والخمائل والتبر وتراب والغابة المفقودة وتوفي في عام 1957 من الميلاد وفي هذا النص الشاعر يدعون إلى التفاؤل وينفرنا من التشاؤم لأن التفاؤل يجعل الإنسان سعيدا في حياته التفاؤل يجعل الإنسان يعيش حياة حرة وكريمة أما التشاؤم فيجعل الإنسان حبيسا لفكرة الخوف من كل شيء مما يكون حوله وبالتالي يتعس الإنسان في حياته بفعل التشاؤم طيب ندخل للدرس ونشوف الشاعر عايز وقال لنا إيه بالضبط النهاردة عن التفاؤل وكيف يكون الإنسان متفائلا وكيف يدفع التفاؤل الإنسان إلى النجاح في حياته يقول الشاعر كن بلسما كن بلسما إن صار ظهرك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى أي الجزاء الغيث يبغي إنهما من زى يكافئ زهرة فواحة أو من يسيب البلبل المترنمة عد الكرام المحسنين وقسهم بهما تجد هذين منهم أكرمة يا صاحي خذ علم المحبة عنهما إني وجدت الحب علما قيما أحبب فيغض القوخ قصرا نيرا وبغض فيمسل كون سجنا مظلمة لا تطلبن محبة من جاهل المرء ليس يحب حتى يفهم البيت الأول كلمة بلسم طبعا إحنا متعودين بطلع المفردات وبعد كده بنبدأ نقول الشرح والجماليات البلسم هو الدواء الشافي إن صارة اللي هي من الأخوات كان ظهرك الظهر هو الزمن جمعها الظهور والأدهر وأرقما أخبث الحياة وجمعها أراقم والمراد حياة مليئة بي الأزمات وحلاوة يعني المراد جمالا وطيبة أو معناها جمالا وطيبة والمراد حسن الخلق والتسامح إن صار غيرك علقما علقما نبات الحنظر وكل شيء مر والمراد الحاقد أو العدو طيب هو الشعر عايز يقول لنا إيه في البيت الأول عايز يقول لنا كن كالدواء الشافي من الأمراض الذي يخفف عن الناس أحزانهم وآلامهم حتى وإن تغير الزمان بك واشتدت أزماتك وكن متسامحا طيبة الخلق مع الناس حتى وإن تغير طبعهم إلى الأسوي طيب كن بلسما أمر للنصح والإرشاد وتصوير للإنسان بالبلسم أو بالدواء الشافي وقدم الشاعر جواب الشرط كن بلسما على أداة الشرط وفعل الشرط إن صار للاهتمام بجواب الشرط صار ظهرك أرقما تصوير للظهر بالثعبان مما يدل على شدة الأذى الذي قد يتعرض له الإنسان في حياته واستخدام الفعل صار مناسب مع كلمة الظهر لأن صار يفيد معنى التحول وهو مناسب مع الظهر لأن الظهر لا يثبت على حال طيب صار ظهرك صار غيرك بين الجملتين توافق موسيقي صوتي جميل له تأثير موسيقي وطبعا بين حلاوة وعلقما تضاد يقاول معنى ويوضحه أرقما وعلقما بينهما إقاع موسيقى تطرب له الأذن وكرر الشاعر إن الشرطية في هذا البيت لأنه يناقش كل احتمالات المصائب والشرائد البيت الثاني أحسن وإن لم تجزى حتى بالثنى أي الجزاء الغيس يبغي إنهما أحسن معناها قدم الإحسان والخير مضدها أسئ تجزى أي تكافأ ومضدها تعاقب الثناء وهو الثناء ومعنى المتح مضدها الزم الغيس المطر الكثير وجمعها الغيوس والأغياس يبغي يريد هما معناها سالة والمضاد توقف أو انقطع شعر في هذا البيت يقول قدم الخير إلى الناس ولا تنتظر منهم المقابل فالمطر عندما يسقطوا بالخير لا ينتظر مكافأة أو شكرا من أحد طيب بالنسبة للجماليات أحسن برضو أمر غرضه النصح والإرشاد وأي الجزاء الغيس يبغي إنهما عندنا هي ده إسلوب استفهام غرضه النافية وتصوير الغيس بإنسان يعطي ولا ينتظر المقابل طيب البيت الثالث منزى يكافئ زهرة فواحة أو من يثيب البلبل المترنمة طبعا يكافئ معناها يثيب مضادها يعاقب زهر جمعها زهور وزهرات أو زهر وفواحة معناها جميلة الرائحة ورائحتها منتشرة مضادها طبعا إيه نقدر نقول كريهة الرائحة أو من يثيب البلبل يثيب يعني يكافئ مضادها يعاقب والبلبل طائر صوته جميل وجمعها البلابل والمترنم معناها المغني بصوت جميل أو الشادي ومضادها النائح أو الباك يقول الشاعر من الذي يكافئ الظهرة إن فاح عطرها الجميل ومن الذي يكافئ البلبلة على صوته العذب طيب الجماليات من يثيب منزى يكافئ زهرة فواحة هنا أسلوب استفام غرادوه النفي وتصوير للزهرة بإنسان معطاء لا ينتظر المقابل من أحد ووصفها بفواحة للدلالة على انتشار عطرها الجميل طيب من يثيب البلبلة المترنمة برضو أسلوب استفام غرادوه النفي وتصوير للبلبل المترنم بإنسان كريم لا ينتظر مكافئة من أحد وصف البلبل بالمترنم للدلالة على جمال وعزوبة صوته البيت الرابع عد الكرامة المحسنين وقسهمه بما تجد هذين منهم أكرمة عد يعني يحسب الكرام اللي هم المحسنين اللي هم الكراماء مضدها البخالاء مفردها الكريم المحسنين يعني المعطائين ومن يقدمون الإحسان مضدها المسيئين مفردها المحسن وقسهم يعني قارنهم بما تجد هذين المراد الزهرة والبلبل منهم أكرمة أفضل يعني الشعر عايز يقول لنا هنا إيه بقى لو وضعت كل المحسنين في كفة ميزان ووضعت الزهرة والبلبل في كفة أخرى فسوف ترجح كفة الزهرة والبلبل لأنهما لا يميزان بين أحد في عطائهما ولا ينتظران الشكر طب لما نروح للجماليات طبعا عد وقسهم أسلوب أمر غرضهم النصح والإرشاد تجد هذين منهم أكرمة نتيجة لما قبله وعندنا كمان كسرة الأساليب الاستفهام في البيت الثاني والثالث نسينا نقول كمان إن هي تفيد إثارة الزهن وجذب الانتباه البيت الخامس بيقول لنا إيه بقى يا صاحي خذ علم المحبة عنهما إني وجدت الحب علما قيمة صاحي يعني صاحبي مضضاء عدويا عنهما يقصد الزهرة والبلبل قيما علم طبعا المعرفة جمعها العلوم المحبة يعني الموادة مضضاء الكراهية إني وجدت الحب يعني الموادة مضضاء الكراهية والحب جمعها الأحباب والحباب والحببة علما قيما يعني ذا قيمة عظيمة يقول الشاعر يا صاحبي تعلم الحب من الزهر والبلبل فالحب له قيمة عظيمة في حياتنا طيب يا صاحي سلوب نداء للتنبيه خذ أمر النصح والإرشاد علم المحبة تصوير محبة بالعلم إني وجدت الحب علما قيمة تعليل لما قبلها مؤكد بإن وتصوير للحب بالعلم المفيد لصاحبه ووصف علما بقيما للدلال على علوم منزلة هذا العلم أحبب فيغض الكوخ قصرا نيرا وبغض فيمسي الكون سجنا مظلم أحبب مضادها إبغض يعني إكره يغض يعني يصير أو يصبح الكوخ بيته من قصب وجمعها الأكواخ قصر جمعها قصور وأقصر نيرا يعني منيرا أو مضيئا يبقى مضادها مظلما إبغض يعني إكره مضادها أحبب سجنا يعني محبسا والجمع سجون يقول الشاعر بادل الناس الحب فيتحول الشقاء الذي تعيش فيه إلى سعادة فإن كنت تعيش في كوخ يصبح هذا الكوخ بالحب قصرا مضيئا أما إذا امتلأ قلبك بالكرهية فسوف تجد الكون على تساعه سجنا مظلما ماش تمام طيب الجماليات بقى أحبب وابغض أحبب أمر غرضو النصح والإرشاد طيب فيغض الكوخ قصرا نيرا نتيجة لما قبلها وهنا تصوير للكوخ في حالة الحب بالإيه بالقصر المنير طبعا قصرا نكرة للتعظيم ووصف قصرا بنيرا للدلالة على الأثر الإيجابي للحب طيب وابغض أمر غرضو التحذير فيمسي الكون سجنا مظلما نتيجة لما قبلها وطبعا هنا تصوير للكوخ في حالة وجوده الظلم والكراهية بالسجن وسجنا نكرة تفيد التحقير ووصف سجنا بمظلم للدلالة على الأثر السيء للكراهية وعندنا أحبب وابغض يغضو يمسي نيرا ومظلما بين كل كلمتين تضاد يوضح المعنى ويؤكده وبين الشطرين مقابلة بين حياة الإنسان المحب وحياة الإنسان الكاره تقوي المعنى لا تطلبن محبة من جاهل المرء ليس يحب حتى يفهمه تطلبن محبة معناها مواد مضادة كراهية من جاهل اللي هو الأحمر جمعها الجهلاء والجهل المضادة العاقل المرء اللي هو الرجل جمعها الرجال ليس يحب حتى يفهم يعني يعي ويدرك هنا بننهي الأبيات بالشاعر بيطلب مننا أن نطلب المحبة من الإنسان الجاهل لأن الإنسان الجاهل لا يفهمه ولا يدركه معنى الحب طيب بالنسبة للجماليات لا تطلبن محبة من جاهل نهي غراده نصح والإرشاد وتنكر محبة للتعظيم وجاهل تنكرها للتحقير والمرء ليس يحبه حتى يفهمه تعليل للشطر الأول ممكن هنا يجي يقول له يوم أجمل ولماذا لا تطلبن أم لا تطلب هقول له الأول لأن الفعل تطلبن أكد المعنى لاتصاله بنون التوكيد وبكده يكون الشاعر قد بيّن لنا أثر التفاؤل في الحياة وطبعا أثر إيجابي زي ما احنا شوفنا يجعل الإنسان يسعد في حياته يجعل الإنسان يشعر بالراحة ويشعر بالسعادة والفرح أما التشاؤم العكس تماما يجعل الإنسان تعيسا في حياته وبكده نكون أنهينا النص شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته